صح والعافية معكم محمد بوركي أنا عادة لما استخدم التليفون يعني عشان أسوي له مراجعة استخدمه بحدود الأسبوع مرة أقل خمسة أيام يعتمد على النظام التشغيلي وإذا كان النظام التشغيلي تشابه مع تليفونات ثانية أنا استخدمته فأحط بوضعيات معينة علشان أنا أراجعها عشان أستهلك البطارية والكاميرا وشاشة ومعرفة إيش عادة يعني اللي أسوي لكم هي عشان أقدم لكم مراجعة بس في تليفونات أروح وارجع عليها وفي تليفونات تستحق أنك إنت مثلا ترجع تستخدمها عقب فترة عشان تعرف إذا النظام التشغيلي أو التحديثات اللي صارت التليفون أداء تغير صار أحسن صار أسوأ فواحد من تليفونات اللي الناس وائد طلبت مني أن أحمد عقب شهرين ثلاث رد تسوي له مراجعة علشان نعرف شلون التليفون وضعياته معاك هني راح أسوي لكم مرة ثانية عقب ثلاثة الشهور الجالكسي اس سيكس أج والسامسونج جالكسي اس سيكس لا يغيركم أنه هنا لون أزرق ولون الأخضر جربت أنا حتى على تليفوناتي اللي أنا سويت لكم عليها مراجعة أساسا لون الأسود راح تشوفوني الحين مرة ثانية بالفيديو أني استخدمتم مهم مهم بنفس الحالات والوضعيات اللي كانوا عليها لما أول مرة سويت مراجعة فجالكسي اس سيكس وجالكسي اس سيكس أج عقب ثلاثة الشهور خنشوف الوضع الحين شوان مهلوم مع بعض سلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلت لكم الوضعية مالة التليفون راح تتغير عقب أنت ما تستخدمها لمدة أطول فشل الشغلات اللي انت راح تنتبه لها عقب ثلاثة شهور من الاستخدام راح أجزئها بمقطع مال الفيديو على ثلاثة شغلات أساسية كلمة راح يسألني عنها أكيد عقب أنت تستخدم التليفون لوضعيات مختلفة عقب ثلاثة شهور من الاستخدام عقب ما تراجعته بشكل أساسي أول ما خذيته فأول شيخ هنتكلم عنه هو النظام التشغيلي النظام التشغيلي مع غالكسي اس سيكس أج والغالكسي اس سيكس أول ما خذت التليفون كعليه إصدار خمسة فاصلة صفر فاصلة ثلين أندرود لوي برب نزل لتحديث خمسة فاصلة واحد فاصلة واحد عدل التليفون بشكل ملحوظ ويتشغلات شالوها ويتشغلات عطوك المكانية انك انت تقدر تعدل عليها واحدة منها انك انت الحين على النظام التشغيلي مع التشوز تقدر تسحب من فوق وتشيل التوجل مع الكويك فايندر تقدر تشيلها انت الحين اذا انت ما تحتاجها نفسي وشغلة ثانية عدله انك انت تقدر الحين تدش مع التقبيقات مكامل تطبيقات او الابدرور وتقدر تحولها طريقة اي تو زي تقدر تضبطها بطريقة مات الالفابتكل او طريقة الابجادية انه انا كنت احتاجها صراحة وما كانت موجودة اساسا لما نزلوا تليفون 5.0.2 فهذه امور طيبة عدلوها شغلة ثانية ازادوها بالنظام التشغيلي انهم الحين نزلوا شغلة اسمها موجودة بالسامسونج جالكسي ااب ستور او المتجر ما للجالكسي او السامسونج اابس نفسه اهناك انت لما تاخذها رح يحاولك الاي كونات كلها الموجودة عندك مع النوتفيكيشن توقل مع السيتنجز توقل مع الدايلر كل هذه الامور رح تتغير يصير شكلها ماتيريال ديزاين او اندرويد خام وايد اقرب صار حق الاندرويد خام فهذا بحد ذاته خلاني احب التليفون زيادة انه قرب لي تليفون انه يكون حق اندرويد خام الشغلة الثانية التي تكلم عنها هي الكاميرا اداء الكاميرا صار وايد افضل حتى عقوب ما سوى التحديث من الاندرويد 5.1.1 كاميرا اللي حين ممتازة تقدر تعتمد عليها انك انت تستخدمها باي نوع من الوضعيات بالاضاءة المنخفضة حتى الكاميرا الامامية صارت جدا ممتازة تعطيني الى الحين الكريسب فوتوز على قولتهم اللي تكون تعطيك محتوى وايد دقيق حق اي شي انت تحاوتل تقطب اي نوع من الاضاءة فالكاميرا الى الحين من الكاميرات الجدا مميز وممتازة على اي تليفون ذاكي حالي موجود بغض النظر اذا كان يشغل نظام تشغيل من اندرويد او غير اندرويد الشغلة الثالثة والاخيرة اللي كل من اكيد راح يسألني عنها هي البطارية تعدلت لما نزلوا اصدار الاخير اندرويد 5.1.1 بالنحين البطارية اللي كي عليها لايحن عندناها 2600 والا حين عندنا 2550 للاسف انت تنزل بطارية لما تسوي ابب ديت قاعد تعدل مالنظام التشغيلي علشان ما يستهلك قوى من البطارية بس بالنهاي البطارية اللي الحين ارقام الحين اوائد قليلة الاداء والمالها حين ما يعد قوى هذه الامور اكيد راح تتعدل يمكن زيادة مع النظام التشغيلي تحديثاتي ديدة بس ما ظننتي راح تتعدل اكثر من شيذي يمكن بشي وايد وايد بسيط شغلة ثانية لاحظتها بالتليفون الذاكرة العشوائية صارت الحين ما تستهلك كثر قبل معنى فيه وائد امور لحين تكون شغالة بالخلف وانت ما تحس فيها لحين الذاكرة العشوائية ممكن ان تتحسن بتحديث جديد وشغلة ثالثة واخيرة هم لاحظتها بالتليفون مع الاستخدام هي المصنعية مات التليفون صراحة ان التليفون تنفي وضعيات انه يطيح ويتزلق ومعرفيش مثل ما تشايفين الحين بس التليفون لحين قاعد يعطيني اداء جدا مقبول ما في حرارة غلاس كوريلا فورشة غالب شكل مو طبيعي فالتليفون حتى مع الوضعيات ان انت يطيح منك التليفون لو تستخدمه بدون كوفر او تستخدمه بدون غطة ما عندي كاي مشكلة انا ما حطيت على التليفون لا ستيكر ولا كوفر المدة وايد طويلة ما حسيت ان انا احتاج ولا ان انا قاعد حس ان والله اذا تليفون طاح رح يختربه بشي مصنعية رح تلثق فيها لانه وايد عالية الجودة من سامسونج مثل ما قلت لكم في المراجعة الاساسية مات التليفون فبس سلامتكم متعيشون هذه كانت تجربتي مع السامسونج غالكسي اس 6 والسامسونج غالكسي اس 6 اج بعد ثلاثة شهور يا جماعة الخير اول مرة خذيت التليفون كانت تاريخ ثمانية اربعة انا اليوم تاريخ عشرة سبعة فثلاثة شهور وكم يوم بعد التليفون الان احنا جدا ممتازين انصح كل واحد اذا قاعد يفكر ياخد التليفون والا حين كان متردد ياخد غالكسي اس 6 والغالكسي اس 6 اج شوف المراجعة اللي انا سويتها من قبل حق التليفون فيها تفاصيل وايد اكثر وشوف هذا الفيديو علشان انت يمكن تستفيد عقب ثلاثة شهور شون راح يكون وضعية التليفون عقب ما انتهم تستخدمه بعد ثلاثة شهور سلامتكم تعيشون تسمحون علي طالة والاكسور احمد وبركي فمان الله الكريم